مش فيه ايا سيد سبا خير والسلام عليكم ونهاركم زين اسمه الحكاية ذي وموته بقهرتك مخاي في جنوب ساليرنو شاب إيطالي أراد إثارة أجيب صديقتي هبطلع صحيا محار في متعام متواضع كيما نعنا نقوله الشنب توجه صاحب المتعام بسرعة خطر ما عندوش محار لدى بقى الاسمك ليش تري المحار فوجد عنده سيوات لذا كعبت محار تروع لكن عندما فتح المحارة الاولى شعرب بشي انقصي تحت اسناني فاكتشبات ثلاث كتشفات ثلاث لقلق في كل واحدة الثانيس صارت لك شي دك بلا ذي الحمدول الله لي ما صاربتيش لكن عندما فتح المحارة الاولى شعرب لعود نازل عندما فتح المحارة الثانية لقد تروع اخرين وفي الثانيس لقى تروع اخرين يعني في كل واحدة لقى ثلاثة يعني كرجب تسعة ديمون تسعة لقلقات عندوش ديمون لقلقات يا سيد في تونس تجم تلقى كل شي كان لقلق والسؤال يبقى متروح وين الديمون وين الديمون والله في تونس دي تحل يمكن تلقى كعبة حمص يمكن تلباك تحسيت حاجة تحت كسنين كنزلت على يمكن رايز وصتك رايز سنتك حجرة هو في تونس كيتمشي تحل كتحط بلاتو فيه ولا بلا فيه كيتحل كعبة المود يجاكي تلقى كعبة المود سمسلت فما بيالك شتلقى اللقلق صل يعني بيه والله ينتمنى نسمع حكايتك في نكا في تونس مستحيل رومانسية بالحكاكة في تونس قمة في الرومانسية هو الحكاية لكل عملها جزت بيش يثير اعجاب صاحبته ولا صديقته ولا فتاة اللي حبها لكن هو في الاساس يعني لو كان في تونس كان بيش نناخذ موقف في حماية معنا نتخيلوها الرجل تونسي وها لبنية مسيكنا عمدها حمايتها بيش تقول لك اول حاجة بيش تقول هالك تقول لك هالبنية قسمها جلق وعاتبتها سمحة ووجها مبروك وفي رواية اخرى بيش تقول لوليدي كان من لول واريتها لولي وحليتلها عينها اشم الزيل بش يرضاها بنيتي ديامونتا لطول بنيتي ديامونتا كان من الفطور يلقود لقلق مالا في العشيش يلقود صحة ليهم يعطيك صحة مش فهم